اشتركوا في القناة وشو أهم المباريات اللي رح تلعب في الأسبوع القادم ورح نبدأ أكيد مع الدولة الإنجليزية في الدولة الإنجليزية بنشوف الشلسي بالصدارة حالياً ب16 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الثاني ونقطتين عن قطبي مانشستر السيتي واليونايتد اليونايتد رح يكون في أصعب اختبار ضمن هذه الجولة وهي مباراة من سلسلة مبارات صعبة جداً لأن اليونايتد قادمة رح تكون أمام ليستر سيتي خارج أرضه أما تشيلسي متصدر رح يلعب مباراة سهلة نسبياً أمام بريدفورد ليفربول رح تكون مهمته كمان سهلة أمام واتفورد وكذلك الأمر للسيتي اللي رح يلعب مع بيرنلي على أرضه آها يعني منشوف أصعب مباراة تقريباً يونايتد بستر سيتي هتكون يونايتد وهي أنا بتخيل أنا بتخيل أنا تخيل الشخصي أنه رح تكون يعني تشيلسي ليفربول سيتي حيظلهم في الثلاثي المرتاح يونايتد بصراحة بعد أداوه في آخر جولتين ورغبة مني بأنهم يظلهم في مسار سيئ شوي عشان سلوش خير يطير فأتوقع أنهم ما رح يفوزوا على لستر ممكن يتعادلوا ممكن يخسروا بس ما أظن أنهم يأخدوا ثلاث لقاط كاملة من ملعب لستر سيتي أما بالنسبة لتشيلسي بتخيل رح يفوز ليفربول كمان سهلة نوعاً ما سيتي مش مفروضه يواجه الصعوبة أبداً مع بيرنلي فأظن أنه المقدمة أحضارها تشيلسي ليفربول سيتي ولكن السيتي واليونايتد رح يفضوا الشراكة لأنه أتخيل أنه لستر على أرضه رح يكون صعب جداً على اليونايتد في ظل الأداء المتذبذب اللي تركونا فيه في آخر جولة قبل التوقف الدولي ودائماً بعد التوقف الدولي بيكون هيك فيه شوي تحس اللاعب يجيين شوي لسه تعبنين مش زي مش ما بيكونوا كامل طاقتهم فالله أعلم وناك أن أتمنى اليونايتد ما يفوز عشان سولشاير يطير فيه أخرى وهل خسارتهم خسارة واحدة مثلاً بتأدي لخروج المدرب شوفي هذا سولشاير يعني أم مدعية للزلمة يعني ممكن مع ليستر ما يزبط هيجي بعد ليستر توقع مباراة بالشامبينز ليغ بعدين عنده سبيرز سيتي ليفربول لناس ترتيبهم عنده ثلاث مباراة صعبين سولشاير تعايي يحطيه في مباراة صعبة بفوز حطيه مع كلوب بفوز مع غورديولا بفوز بس بيجي المباراة الصغيرة اللي هي أصلاً أساس فوزك بالدولة هي المباراة الصغيرة وليس الكبيرة انت خد الصغار وباطح مع الكبار وخلص بس هو مع الصغار بيخسر ومع الكبار بيزبط فحتى خسارتهم مع ليستر سيتي لأتوقع أنا هتكون سبب في إيقالته ولكن هتكون يعني هي كرة فلج مع لستر سيخسر أو يتعادل سيأتي مع سبيرز سيأتي مع ليفر بول إلا ما يكون فيه شوية تخبيص في الأيام الجاي ستأتي بالآخر الأمور يحكو له معلم الله يعطيك العافية مع السلامة فأنا بقولك وهذا كله فقط لأنه أنا أرى أنه اليونيتد عنده ما يلزم أنه ينافس على كل البطولات بس نقصل واحده والمدرب فأنا أتمنى يطير استمعنا إشعاد تحكي زيدان استمعنا إشعاد تحكي كونتي أي واحد يأتي فيهم هو أحسن زيدان مرحبا بس لأنني حال أشوف زيدان مع فريق غير الريال صحيح هل هو الزلمة الريال خدمه أو هو خدم الريال أو كانت علاقة مشتركة لأنه زيدان كان مستر تشامجونز ليج فعليا صحيح فهل رح يكون نفس القوة مع اليونيتد ولا لا هذا الإشي اللي واحد يحب يشوفه في نادي آخر غير ريال مدريد عموماً عشان ما نتأخر خلينا نروح على إيطاليا وفي إيطاليا بنبدأ مع الترتيب الصدارة نابولي في الصدارة بواحد عشر نقطة من سبع انتصالات الجماعة ما ضيع ولا نقطة من أول الدولي في المركز الثاني عنا الميلان بـ 16 نقطة والمركز الثالث الإنتر بـ 17 نقطة أما اليوفي في المركز السابع بـ 11 نقطة هذه الجولة طبعاً رح يكون فيها قمتين من العيار الثقيل جداً الأولى بين الإنتر والاتسيا والثانية بين اليوفي وروما أما فرق الصدارة فهي لعب نابولي مباراة شوي يعني معقدة مع تورينو وإيسيميلا رحي لعب مباراة كمان مش بنفس السهولة مع هلس فيرونا إذن عنا يوفي روما عنا يوفي روما وهي المباراة بصراحة يعني بالنسبة لي ممكن هاي أهم من نهاية جميل أما المهم أن اليوفي ما يخسر اليوفي يفوز أو يتعادل غير هيك حراح تكون الأمور صعبة جداً علي شخصياً لا لا بأعتقد تكون مهم نحضر مباراة حلو هي حتكون حلوة يوفي وضعه مش سهل يوفي عندك بنت نكور برجع ليلة المباراة ودرادو برجع ليلة المباراة مكيني الأمريكي نصاب مع المنتخب رابيو كورونا فعنا الوسط فيه لوكتلي ورامزي يعني عنا لعبين الوسط فقط الجاهزين ولكن كمان روما عندهم كامي أبرهام المهاجم الإنجليزي نصاب مبارح في جيم إنجلترا مع المجر وطلع بعد ملعب عشرة دقائق فيعني الفريقين مش بأحسن أحوالهم ولكن أتمنى اليو في لفوز عشان يعني بس يرجع ينافس يرجع يقرب من الصدارة يظله في المراكز المريحة لأن اليو في يعني من التوقف الماضي للتوقف هاد ما قصروا عملك عليهم فأتمنى اليو في يفوز الإنتر وليتسو كمان مباراة ما رح تكون سهلة يعني الإنتر مدرب هو مدرب لاتسو السابق ومدرب لاتسو الحالي هو ساري اللي هو يعني من أقوى المدربين هجوميا في الدورة الإيطالي فرح تكون كمان مباراة قوية عموماً يعني ما يتمنى الجميع أنه نابولي يتعثر عشان ترجع الصدارة واللعب بالنهاية بنروح إلى أسبانيا وفي أسبانيا بنلاقي في الصدارة كل من ريال مدريد أتلتكو مدريد ريال سوسيداد ب17 نقطة أما برشلونة في المركز التاسع ب12 نقطة هذه الجولة رح تكون معقدة نوعاً ما على كل من ريال مدريد وبرشلونة الريال رح يلعب على أرضه أمام أتلتكو بالباو العنيد دائماً واللي بغلب الكبار أما برشلونة وأداءه المش مقنع كثير فرح يلعب مع فالنسيا اللي بكون دائماً صعب على الأندية الكبيرة أما أتلتكو مدريد فرح يكون مضيف نوعاً ما سهل على غرناطة وأعتوقع أنه تكون أموره سهلة نوعاً ما أسهل منه أمور مين غرناطة أو الأتلتكو؟ سهل إلى أتلتكو مش لغرناطة أكيد بالزبط بس النقطة أنه الريال وبرشلونة عندهم مباراتين صعبين قبل لقاؤهم في الكلاسيكو الأحد اللي بعده فهذا سيحكم يعني أنا أتوقع مبارتين برشلونة مع برشلونة عمين حيلعب مع برنسيا وريال مدريد مع أتلتكو بالبعض ستكون هذه المقياس لأداءهم بالكلاسيكو مئة بالمئة سأرى الريال يعني يمكن آخر تذبذب كان ممكن تفاديه بس برشلونة لسه لا أقنع برشلونة إلى الآن ليس برشلونة اللي ممكن واحد يراهن عليهم الكلاسيكو صح ولكن الكلاسيكو أمور دائماً مختلفة خلينا نشوف ترحص في هذه الجولة وبالتوفيق للريال ولي برشلونة قبل لقاء الكلاسيكو العظيم أكيد